عايز أتكلم مع حضرتك شوية عن فكرة التنقل ما بين الأزمنة واخترت أزمنة معينة ما بين الحروب صليبية مثلا عصر الفاطيمي وعصر المماليك اخترت عصور معينة سبب اختيارة للعصور دي كانت إيه؟ وإيه فكرة أن الأبطال أو عدد معين من أبطال الرواية يتنقلوا ما بين الرواية ما بين الأزمنة كان إيه المقصود ده في الرواية؟ شوفي أنت عارفة المقولة المشهورة اللي هي بتقول إن الإنسان هو نتاج آخر خمس سنين في حياته أو اللي عمله في آخر خمس سنين في حياته من أخطاء أو من أشياء إيجابية يعني فهو بيعيش دلوقتي الواقع بتاع اللي هو عمله في آخر خمس سنين لو إحنا كبرنا الاسكيل ده شوية خلناه مثلاً يعني خمسين سنة هو ده اللي بيحصل للشعوب أو للأمم أو للمجموعات من الناس الدول إن إحنا نكون نتاج آخر خمسين سنة في حياتنا بالضبط يعني إحنا لو إحنا تكلمنا على الجانب السلوكي أو الثقافي اللي إحنا عايشينه النهاردة هو ده نتاج آخر خمسين سنة سواء كان إيجابي أو سلبي طيب لو إحنا تكلمنا بقى على الجانب السياسي والاقتصادي للدول وال يعني اللي هو ارتفاع شأن دولة أو انخفاض شأن دولة فحنتكلم في سكيل مثلاً خمسمائة سنة أو ألف سنة فهو ده هي دي الفكرة إن الماضي ماضي الشعوب والأمم أكيد بيأثر في مستقبلها طبع فحضرها ثم بيأثر في مستقبلها كمان اللي إحنا بنعمله دلوقتي هو ده اللي هيأثر في مستقبلنا إحنا من 200 سنة مثلاً اكتشفنا الفحمة والوقود الحجري والأحفوري والحاجات دي وحرقناها وعملناها وقتها ما كانش متوفر للمصنعين أو لأصحاب الاختراعات المحركات البخارية والكلام ده المعرفة بتاعت إن ده حيؤدي الكوارث بيئية قد يعني قد تؤدي لفناء العالم وقتها ما كنوش عارفين فهو هي دي الفكرة طب لو كان فيه حد دلوقتي بالمعرفة اللي توفرت له دلوقتي وإن هو شايف التغييرات الحرارية اللي بتحصل والاحتباس الحراري والكلام ده لو قدر يرجع زمان وقدر يفهمهم ده زمان هيبقى تأثير ده إيه علينا هيبقى أفضل ولا ولكن من أحداث الرواية احنا برضو بنصطدم بالمنطقة اللي هو طب وهل ده صح ولا لا يعني هل لو فيه حد قدر يرجع بالمعرفة دي ويفهم إن الناس وقتها يعني ما غبت تصرفاتهم اللي هم مش عارفين هم مش قادرين يفهموا لكن احنا بعد ممر سنين طويلة شفنا النتائج طب لو قدر يرجع وغير فعلا هل هتسير الأمور اللي أنا متخيله النهاردة يعني أحسن ولا ممكن تكون تدخلني في دوامة أحداث تانية خالص مش معمول حسابها أو أنا معرفهاش يعني أنا كمان معرفش لو أنا غيرت هيحصل إيه بقى في الخمسمائة سنة يعني ممكن تحصل أحداث تانية خالص مختلفة تماما فتوصلني للواقع أسوأ من اللي أنا كنت فيه بس هو ده اللي حصل يعني هو ده اللي هو مر بيه هو رجع فعلا وحاول يغير حاجات وعدل حاجات هو شايفها من وجهة نظره خطأ لأنه هو يمتلك معرفة النهاردة فنقالها للناس اللي كانوا في قديهم القرار من خمسمائة سنة مثلا ولكن نتيجتها كانت نتيجة مختلفة خالص عن اللي هو تخيله هو كان متخيل أنه حييجي يلاقي إن الدنيا بيت أفضل بكتير فلاقاها في وضع مزري لأنه هو مقدرش يتحكم في تبعات القرار اللي اتخذ زمان هي دائرة الزمن يعني